تحياتي اخواتي حبابي وصحابي في كل مكان يا رب تكونوا بألف خروق ألف صحة دامان يا رب معاكم مريم من قناة أكلة بنفس النهاردة هنعمل بسبوسة عربية الشارع بالزبط بكل أسرارها ازاي تطلع نعمة مرملة ازاي ما انت شايفة نعمتها ازاي يطلع لونها اللون المكرمل ده الجميل هنعرف كل الأسرار ده غير انها اقتصادية جدا 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 غير طرق البسبوسة اللي انا حتى عملتها عملتها لكم فطوري وعملتها لكم صيامي دي اقتصادية أكتر من الكل وطعمها خرافة احنا طبعا كلنا عارفين طعم بسبوسة عربية الشارع في مصر طعمها ازاي بالملي طعمها جميل جدا امشي بس على التركات والخطوات وخضي بالك من كل كلمة هقولها لك في الفيديو ده وفي صندوق الوصف ويلا بينا ندخل على حلقتنا بسيارة قبل ما ندخل ما تنسي ناش باشتراك وتفعل زر الجرس واللايكات الكتير للفيديو عشان ترفع شفو غيركو يلا بينا عندي نص كبايت سكر عادية خالص هحط عليها نص كبايت زيت ركزي معايا ممكن تضافع التضاعف المقادير تقليلها براحتك بس مقدار مناسب ده كويس ونص كبايت ميا عادية خالص من الحنفية السر هنا بي فين بقى هنا في المضرب الكهرباء بالزبط هتفضلي تضربي فيها صبري عليها وهتقول لي ايه فايدة الضرب دي بس بوسة هقولك ايه فايدة الضرب هنوقف بعد ما دوبنا السكر شوية وهنحط اتنين فانيليا تمام علشان يدوري يحا معانا ركزي معايا وهنشوف الدنيا ماشية ازاي شوفي بقى ايه فايدة الضرب شايفة بص اللون افتح ازاي كأنك عملها بسمنة كأنك ادى القوام كده الزيت اندمج مع الميا والسكر كأنه سامنا بالزبط شوفتي شوفتي اللون دي فايدة الضرب ده سر من الاسرار تمام ده واحد بعد كده هتنزلي بنص كيلو سميت بسبوسة سادة اللي بيتجاب من عند العطار او في السوبر ماركت بس معلوهش اي اضافات هنا هنعجن باطراف صوبة انا مش هنعجن هنلم بس لان البسبوسة لما بتعجني فيها كتير بتنشف لان الجلوتين بيتفاعل مع العجن الكتير تمام هنا احتاجت حوالي معلقتين مية تاني عشان ازبط القوام مشي الدنيا معايا بس كده بسبوستنا ان خلصت وكل ح حاجة تمام هنجيب الصونية بتاعتنا اللي انا استعملتها كانت خمسة وعشرين مقاسة خمسة وعشرين تدهنيها سامنا نباتي عايزة تدهنيها طحينة وتجودي اكتر براحتك دي امكانياتك بس انا بديكم الوصفة زي ما هي مزبوطة باصولها وبعد كده انت براحتك وكمان عشان قولنا اقتصادية في الطحينة غالية شوية هنسويها وانت ممكن بتسويها برضو ممكن تدهني الوش سامنا برضو حسب مقدرتك لكن العربية الشرعة مش بيدهنوا سامنا هتيزيها وتغبطيها خ شايفة تحطي كده حجمها المزبوط نص عقلة الصابع زي ما انت شايفة كده بس كده وهنسوي اللي عملنا ده آآ وهنركن الكلام ده كله جنب آآ على جنب كده لمدة ساعة علشان مكونات تتفعل مع بعض لانا ما فيهاش سامنا ما فيهاش اي حاجة فلازم يشربوا ويطعموا منطعمة بعض علشان يدوكي الاتجاه حلوة تعالي نروح بنا على الشربات عندي كوباة ونص سكر هضيف عليهم اقل من ربع كوباية مية اهو نقطتين معلقتين مية زي ما انت شايفة ه نقرمله آآ يعني هنضيف الماء علشان يساعدنا على الكرميل لو ايدك فيه على طول علشان السكر ما تحرقش طبعا ويدك على طول تكرملي فيه لحد ما السكر يسي احنا عارفين على مالية الكرميلة يعني بنسيح السكر عشان يدينا لون الكرميل الجميل ده تمام ركزي معايا هو ده سر برضو النمر اتنين من اسرار البسبوسة الشارع اللونها المكرمل احنا لازم آآ قبل ما نضيف المية يكون وصل لدرجة قبل اللي احنا عايزينها علشان آآ آآ السكر من سخونته الجمدة بيتحرق خد بالك كمان هنا خلاص وصل للون اللي احنا عايزينه هنضيف المية خد بالك جدا جدا وانت بتضيف المية تمام خد بالك جدا انصحك لو بنوتها صغيرة اضف النار وانت بتضيف المية ويبعدي خالص هنضيف اربع كبات مية معلقة الكبات ونص سكر هنضيف اربع كبات مية ما تقلقيش ما تقوليش الكمية كبيرة لا هي مقدارنا ده عنده استطاعها يشرب اكتر من كده كمان بكتير تمام وهنفضل ندوب فيه على علشان نسيح تكتل السكر اللي انتو عارفينه اول ما بنضيف المية بيكتل وبين صابعك كده زرة ملح لامون علشان ما يخرصش معاك ويحجر معاك تمام ده هيتفدها جدا مهمة جدا يا بنات في البسبوسة دي شفتي بساطة بسبوسة الشرع مفيش اي مشكلة بعد ما فكنا كل التكتل في الكرامل السكر اللي تكرمل هنضيف معلقة سمنة انا ضيفها هنا نباتي انت عندك امكاني او الدفاع بلدي يكون افضل وافضل ده سر برضو من اسرار عربية الشرع هما مش بيضيفوا سمنة بلدي ما ضيفت السمنة بخمس دقائق غالية بس اطفي اطفي فوران النار في الوقت ده احنا طبعا كانت بسبوستنا قعدت ساعة ودخلناها الفرن على درجة حرارة مية وتمانين من خمسة وعشرين دقيقة لتلاتين دقيقة بس ما تكتريش عشان ما تنشفش منك واقلب المعلقة وعلى ظهرها صب الشربات واحدة واحدة او خدي بالمعلقة واحدة واحدة علشان البسبوسة نعمة جدا فتتفرول منك تتبيتي البسبوسة لتاني يوم تمام بصي بصي جميلة ازاي وتحفة والكرمالة اللي فيها يعني بصي بعد ما انت زقتها بالشربات هي سخنة والشربات سخنة غطيها بغطى او بصنية قدها ودخلها الفرن المطفية تفضل لحد ما الفرن تبرد خالص وتفضل لتاني يوم كمان يوفضل انها تفضل لتاني يوم ما تتقطعش ابدا طبعا ما تقطعش اول يوم ده يفضل لو ادارتي طبعا هسيب لك قيمة تشغيل فيها حلويات رمضان عملتها معاكم قبل كده حلويات شرقية وحاجات جميلة للشهر رمضان كل سنة وانتوا طيبين هسيبها لك في صندوق الوصف وتظهر لك في شريطة من فوق وهسيب لك البسبوسة وجوها البسبوسة الفطوري والبسبوسة الصيامي وكله ان شاء الله بصي جميلة ازاي وتحفة ازاي انا من حلوتها الاولاد افتكروني ان خلصت تصوير لان انا سيبتها تاني يوم قلت علشان تطلع قطعة حلوة فاكلوها الحمد لله لحقت اخر حتتين زي ما انتوا شايفين بالفة هنا وشفة طعمها تحفة جدا آآ بصي نعمتها طريقة ازاي امشي بس على الخطوات والمعلومات اللي قلتها لك في الفيديو عشان تطلعي احلى بسبوسة شارع يا عربيات الشارع تحفة جدا واقتصادية جدا كفاية مصاري في الدنيا غالة العالم كله في غالة آآ عزومات رمضان وكده ياريت لو وصلت مع الحد هنا بتنسيش باشتراك وتفعيل زر الجرس وبال